لم يكن أمام ميليشيا الحوث التي صعدت من هجماتها في جبهة نهم والجوف من مبرر سوى الإصلاح وقد أصبح في نظر الكثيرين شماعة تعلق عليها كل كوارث البلاد أخفت الجماعة مشروعها في الحرب على اليمن وخرج القيادي في جماعة الحوث الانقلابية محمد البخيتي بتصريحات مضمونها أن ما يجري حاليا من معارك في جبهة نهم كانت بسبب انقلاب الإصلاح على هدنة غير معلنة جمدت بموجبها المعارك في الجبهة المتاخمة للعاصمة صنعاء من جهة ولمأرب أكثر مناطق الشرعية فعالية من جهة أخرى في المقابل نفى لصلاح عن نفسه تلك الاتهامات واعتبر على لسان مصدر مسؤول في الدائرة السياسية للحزب أنها تأتي ضمن تصريحات المكررة التي يحاول من خلالها البخيتي أن نيل من مواقف الإصلاح ثابتة ضد مشروعهم التدمير المدعوم من إيران حد تعبير المصدر مضيفا أن موقف الإصلاح واضح وثابت في كل المحطات وهو إلى جانب الشعب وخياراته وشرعيته وقضاياه العادلة أشاهد في كل ما يحدث أن جماعة الحوث تحاول التستر على انقلابها بمحاربة تغول الإصلاح وسيطرته وذلك قول وجد كثيرا من المساندة الإقليمية مراقبون يرون أن محاربة الإصلاح حلت بدلا من محاربة الانقلاب ومساندة الشرعية بالنسبة لطرفي التحالف وهو أمر أدخل البلاد في مزيد من التعقيدات وأفرغ ساحة الصراع أمام الميليشيا لتلعب فيها أين ومتى تشاه اشتركوا في القناة